السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الأعزاء نتمنى تكونوا باخر والاخير ذو وزو العيد فأتم الصحة والعافية انتم وحبابكم وعائلتكم وتكونوا ارتاحة شوية من التعب ديال الكوزينة واللي بغي يصوم شوال الله يتقبل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بغيت نشارك معكم هذلك الرواصة اللي كجي رائعة اللي غنحتاج فيها وحد الملعقة ديال الخميرة الفورية لا تطلب معها لقضية السنيدة اخويت عليهم هنا واحد كأس ديال الحالي بدافئ ومزجته وضفت ليهم كأس ديال المدافئ وخلط وهنا غنضيف واحد الكأس ديال الدقيق مغربل وغادي نخلط مزيان بالطراب اليداوي نفوي غادي نغطي بلاستيك الغذائي ونخليه واحد لمدة ديال خمسة العشرة دقيق ونعاود رجع له كيولي على هد الشكل هنه غنضيف واحد رشة ملح وغنضيف ضانون ضانون طبيعي بدون سكر وكيف كتشوفه ضفت الكأس الثاني وغنستمر في الخلط وغادي نخلط وغادي نخلط بحالها كابل فوي من بعد غنضيف هنه نضيفت الكأس الثالث دائما دقيق على حسب الخالط ويكون دقيق من النوعية الجيدة خاص بالحلويات باش نجح معاكم الكرواصة هذا الكأس الرابع هنا كيف كتشوفه استعملتي الدية وتنرجن ونحصر لواحد العجيني اللي كتكون كتلتاصق بالأيدي هنه نضيفت الكأس الخامس هنضيفه تدريجيا دائما دقيق هنا كنجمع حتى نحصر العجينة متماسكة ستكون قتلتاصق واحد شوية في الأيدي ذاك الكأس الخامس ما غادي نضيفه كامل غادي نضيفه تقريبا واحد للملعقة غادي ندخلها في العجين غادي نضيفها في فوق طاولة العمل حد لكها خفيفة كيف كتشوفه هنا من بعد ما تجمعت لي العجين على هاد الشكل اللي بغا يضيفه أحد للملعقة دية الزبدة ممكن يضيفها للعجين كتخلي العجين حتى هي رطبة كتشوفه العجين كتكون بهذا الشكل هذا تبقى ديك الملعقة كيف كتلكم هي لغا ندخلها في هاد العجين من بعد ما غادي لك هاد الكه خفيفة على طاولة العمل تقريبا واحد دقيقة هاكك سوف نرجعها نحطها في البول ونخليها تختامر حد المدة دي العشرين دقيقة لك الحل سخون خليها واغرها حتى دقيقة ورجعوا ليها خميرة الفورية كيف كتشوفه هنا غادي نحيدها منع البول وغادي نقطعها نقطعها كوريات قريبا نخرج منها تقريبا شيء خمستاشر كورة أو لتلتاشر كورة نديرهم بقياس متساوي سوف تخرج ليها خمستاشر كورة دقيقة الميزان هكذا نستعمل بالميزينة ممكن أن يضيف دقيقة الأبيض لا يكتر من الكرواسة بشيشة ومورقة كيف تشوفوا العجل دكيخ تامر نستعلم بالدل و الميزينة نحل كلها بوحدها على هذا الشكل نضيف دائرة صغيرة نضيف دائرة بوحدة نضيف دائرة على جانب نضيف دائرة نضيف دائرة نضيف دائرة نضيف دائرة نضيف دائرة هذه هي جميلة جميل جميلة نضيف مالحة جميلة دعونا نصف شوكولات نضيف بشكل خلف فرماج و كشير ممكن تضيف أي خشوة ممكن تضيفه خلف الكريم باتيسري نضيف كيف تشاهدها نضيفه 100 غ زبدة نضيفها نضيفها ندهنها بالزبدة و نضع فوق منها الأخرى و أنا غضع لها الطريقة حتى نسعي الكمية كاملة اللي عندي أنا عاود تنيندهن الأخرى بالزبدة و مني نضع وحدة على وحدة نحاول نبسط بيدية كيف كتشوفوا أنا هنا مصرع الفيديو باش ما نطولش عليكم حاولت ما أمكان نصرعه باش ما يجيش طويل كيف كتشوفوا أنا كندير الزبدة وكندير وحدة على وحدة و كانوا بالسطو الأيدي و يكونوا متساويين وحدة على وحدة تكونش وحدة خارجة على وحدة و في الآخر وحدة ما نديروش فيها الزبدة غادي نرشوها بالماء زينا وأنتم معي حتى نشوفوا تيل آخر وحدة طريقة ساهلة و بسيطة غير تبعوا المقادر و المراحل حتى النهاية و ان شاء الله غادي تنجح معاكم الفيديو را شارح نفسه و العجين راعة يطوع و ارتباع و ما كتلتسقش لنا بطاولة العامل بمساعدة الماي زينا ننعم نديروش الماي زينا كيف قلت لكم ممكن يدير التقيق للأبيض كيف قد تشوفوا هناك هالرش الماي زينا من الفوق و غادي نبسط بالأيدي غا نرش الماي زينا لتحت و غا بدا نبسط و غا نستاعن بالدلاك كيف قد تشوفوا خمستاشر قرصة كلهم في واحدة مملكة يعطون تلك الطريقة التي تكون في الكروسة طريقة سهلة و بسيطة و هنستمر و هنطلق بحالها كافة باللاك و هنطلق بدلاك جيدا هاد العجين كتجي في المملاحات او الفطأ الرحلوه كتجي زوينة بالأخص بضان المسوس كيعطاها واحد الهشاشة واحد قرميشة اللي يبغى يضيف بيض البيض ممكن يضيفه من هاد العجين حتى هو كيعطاها واحد القرماشة اللي يبغى يضيف شيء اضافات ممكن يضيفهم الثاني دركة تبقى على حسب الضوغ ممكن يضيفه اكتر ممكن يضيفه ممكن يضيفه و فرمج مربع اللي عندكم و عندي هنا نموغسو ديال و عندي نموغسو ديال الشوكولات اللي قطعته اي شوكولات عندكم قطعته مربعات صغيرة و سنعمر به النصف بالمالح والنصف الاخر بالحلو هتخرج ليه تقريبا 16 حبه ثمانية 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 كثير غرم هلي ثمانية ثمانية جوش و نضيف قطعت content م soccer بالافذن شكل هذا. سأخذ واحد طاوة ونوضع فيها. نحاول نبسطه قليلا بالأيدي بالأصابح. لن تبقى غليدها بزاف. حيث تزيد تنتافخ. غير بالحرارة المطبخرة تزيد تختامر. تشوفوا الطريقة سهلة وبسيطة. كيف ممكن انكم تديرهم على شكل مربعات. الرواسة العادية المربعة. كتبسطوهم على ربعة بحشكل المسلمنة. وكتديروا الحشوة في الواسط اللي بغيتو. يما الكريم قاتي سري. يما الشوكولات. يما حشوة مالحة. وكتورقوا بحشكل المسلمنة مربعة. وكتجيبوا ذاك المغصف الوسط. وكتنيوها. تنيوها على ثلاثة أولى على أربعة. هنا كيف كتشوفوا درتوا حتى وفا ورق الفرن. ودهنت بصفار البيض والحليب. ممكن دهنوا بصفار البيض والنس كافي اللي عجبكم. ورشيت هنا بالبابو بالزنجلان. ونخليها حتى تختامر. ودعف الحجم ديالها. وقد ندخلها للفرن. دائما الفرن. على حسب. ما عندكم ديال الغاز او ديال الطو. انا عندي غير ديال الغاز. تخنتو ونقصتو. وعد خلطي الكرواصة. دغية طابت كيف كتشوفو كتخرج على هاد الشكل هذا. محمرة مزيان. طابت من التحت وهبطتها واحد شوية. بتحمرات كيف كتشوفو كي يبندك الشوكولات لداخل ديالها. بقرمشة. ودك الحشوة ديال الشوكولا كدجي بالداخل. ويدالتك يحمقوا على الشوكولة. ممكن تعمركوا بشوكولات ديال الدهن. أضع لهم الزنجلان والمالحة لتضع لهم بفرق بيناتهم كيف ترون حمرة من الأسفل من الأسفل بعد أن أخرجتها من الفرن وقامت على هذا الشكل وقامت على هذا الشكل نتحدث القادرة وقامت على الأسفل وقامت على هذه الأسفل نتمنى أن تجربوا هذه المقادر و تردوا على قليل الموضوع و لا أعجبكم فيديو لا تنسوا أن تستمتلك الأحباب باش تعمل فائدة هدا فضلا وليس امرا اللي حباتو عفوان شي حاجة في القناة يبارتجيها وتخليوا لي التعليق اللي كتخليوا دائما باش كزيدوا تشجعوني الهلا يخطيكم عليا ما تنسوش لي لايك لي لايك كتروا من لي لايك وحتدي زلك لاجات مرحبة ماشي مشكل الحاجة اللي ما عجباتكمش خليوا لي التعليق ديالها في الكومونتير عش ما عجباتكمش اولا جربتوهم وصدقات ليكمش ولا شي حاجة كنتمنى اي حاجة تكونوا جربتوها تصدق معاكم الاخوات اللي كيتواصلوا معايا في الخاص كيزيدوا يشجعوني يقولي يابي انهم جربوا الوصفة ديالي وصدقوا ليهم الحمد لله كنتمنى يشاركوني معاهم هاد المرة التصاور وكن نقول لكم شكرا اللي كتب بارتاجي والقناة اللي هلا يخطيكم بفضلكم باش حنا كنزيدوا القدام وكيف كتشوف هذه النتجة ديالكرواصة اللي شاركت معاكم اليوم كنتمنتنا لاعجابكم وبصحة وراحة وإلى فيديو لاحق إن شاء الله وأستودعكم الله بذي لا تضيعوا ودائعوا اللهم أدبها نعمة واحفظها يا ربي من الزوال